ورجعنا من الفاصل وغرفت نص الكمية بدون شوكلت والنص التاني حطيت عليه شوكلت شيبس للالوان بس مش اكتر وعلشان الكلام الحلو ده كله كده نحرقه ونشوف هنعمل فيه ايه ونكل اللي براحتنا ونخس جايبالكم معانا دكتور عبدالله الهادي خبير التغذية اللي عيعرفنا ازاي نتغلب على الاكل ده ونكل كل اللي احنا بنكله وفي نفس الوقت نخس اهلا بك يا دكتور اهلا بك يا جيبال اخبار حضرتك عامل ايه تمام الحمد لله الحمد لله ايه راك في الاكل اللي بنعمله النهاردة زي الفل زي الفل اه طبعا مش هيتخنى معانا دايما ان شاء الله ما فيش اي مشكلة في الوزن او في السمنة ازاي ده يعني ازاي ده اكل زكريات ودغون ونشا وحلويات وجو بلدي قديم وكل حاجة موجودة اه طبعا دايما هو احنا ليه اصلا منزيد في الوزن يا شيف ليه عشان دايما انا بستسهل او جسمي بيستسلم ايه دايما ما بعمل حاجة وافشل فيها مرة واثنين وثلاثة وعشرة طب والله ما انا عاملة لا انا بتكلم على حاجات تانية اعمل اللي نفسك فيه فالجسم بيدخلت الحاجة اسمها حية الدفاعية اوه ان هو يستسلم انه خلاص انا كده تمام انا وزني كده اشتا انا مرضي وزي الفل حالا اه ان كان على الكرش ده اعز مليان بط ووز بيحاول يراضي نفسه ويستسلم صح تمام كده اوه عشان كده دايما انا بجيب ما بجيبش كرس واحد انا بجيب اكتر من كرس اوه بجيب اكتر من بوكس عشان اشتغل على كل مشاكل السمنة حالا دايما بقول ان رقم واحد عندي لازم ازبط الشهية لازم اقل الهرمون الجوع وزود هرمون الشبع عشان كده بقى البوكس بتاع النهاردة بوكس استعادة السقة عشان اقدر احاوط كل مشاكل السمنة حالا توليفة مميزة من الاعشاب عملنا كوليكشن كده من مجموعة من الاعشاب وحطناها في كابسولة مميزة كابسولة سحرية اول مرة ننزل بيها جميل ايه الاعشاب اللي موجودة بقى اللي احنا عملناها كوليكشن دي في الكابسولة الزكية او الكابسولة السحرية ايوا اعشاب رقم واحد تعمل زي سفنجة تمص المية وبالتالي تكون المية ولا الدهون دي رقم اتنين احنا عملنا تقول لي فليس هتكلم عنها حالو تفضل رقم واحد تمص المية عشان تعملي كتلة في الماء ده تحسسني بالشبع دي الكابسولة الاولى طب الكابسولة التانية في الاعشابية اللي احنا ضايفينها في الكوليكشن اللي موجود معنا النهاردة تمص الدهون وتخرجها ورا الجسم جميل التالتة الكابسولة التالتة الحوارق اللي تزاود لها معدلات الحارق بتاعة الجسم يعني لو ما بعملش نجاته ما بتحركش برضو هخس طبعا ما انا افرد انا جسمي عندي زيادة في الوزن وعندي حملة على المفاصل الجسم زي العربية بتمشي على عجل انا عندي زيادة على مفقتام الرياضة ازاي الناس كبار السن هيتحركوا ازاي يستحيل افرد عليهم رياضة او ما عنديش وقت مش عارف اروح فيه او انا طبعية عملي قاد على مكتب صح كده فلازم في الاول ان انا نزبط معدلات الشهية عشان كده الكابسولة الزكية اللي موجودة النهاردة اللي اول مرة ننزل بيها الكابسولة الخماسية تعملي خمس حاجات رقم واحد تزبط معدلات الشهية لازم اقل للشهية رقم اتنين بترية طبيعية التحكم في هرمون الجوع والشبع وهنتكلم ازاي ايه هو هرمون الجوع و هرمون الشبع هرمون الجوع ببساطة عصافير البطن بتصوصوا ده هرمون الجوع عايزة اقلله والغي خالص هرمون الشبع الفول تانك اول ما المعدة تمتلي يطلع يعني الحبابي مش هتخليني اخر الليل راح اجدع التلاجة وافتحها وادور فيها على اي حاجة كلها اطلاقا بس انتوا بقدار يقولي انا نفسي انا بتحايل عالناس لما يتابعوا مع الفريق الطب بتساعد على كسر ثبات الوزن حاجة بنسميها كده شي في البلاتوستيج مرحلة الثبات يا دكتور انا بطل اكل اعملت رجمات كتيريت والجسم يتنى حباها والله ما انا خاسد بقى نزلت اتنين كيلو في اول اسوبة بعد كده انا ثبتت على كده الحل موجود في الكورس الموجود معنا النهاردة اللي عبارة عن تلات حاجات مميزة رقم اربعة زيادة معدلات الحر وهنتكلم يعني ايه هو الحر ايه اللي بفرق دايما يشيف جسم عن جسم جسم بيأكل والاكل بيأكل فيه ما بيبانش عليه مهما يأكل ويديها ما بيبانش عليه وجسمي تاني قولك ايه شوية مياه انا بشير مرحلة المياه اه ده بيأكل وانا باتخنه بشير مرحلة الاكلات البلدي دي بتاعتك دي انا باتخن عشان كده بقى الكابسولة السحرية الموجودة النهاردة طبعا يا دكتور انت بتاخد الكابسولة وماشي عليها وما بيفرقش معك اي حاجة انا اخد حاجة بسيطة بس على قد بس انها حرقني جدا اه على قد المطلوب عشان كده بقى بوكس استعادة السقة آآ كابسولة يتنقاط عشاب البوكس رقم واحد عشان ازبط معدلات الشهية واتفقنا ان الرقم واحد تارجيتي لازم ازبط الشهية من اول يوم من اول يوم بفضل اللي هتحس بفلقة الشهية لقى دي سميته استعادة السقة عشان اقدر استعيد المعالم الجمالية بتاعت الجسم واستعيد ثقة بنفسي لما انزل في الوزن لما روحك في نفسي ولاقي مأساتي كلها متوفرة بالاشكال والالوان لازم يبقى عندي ثقة في نفسي طبعا ده بقى اللي احنا قلنا في الاول مرحلة الاستسلام ان انا الجسم يقنعك ان انت كده كويس وقشت ومرضي وزي الفل عمرك ما تكون مرضي وزي الفل وانت طلع السلم تنهج وانت صوتش يخرج بالليل مسامر الجرام او خايف تروح مصياس عشان لو لبست الميوه هيبني الكرش او خايف تروح للي انت عايز ترتبط بيه وتقوله انا عايزك عشان خايف من جسمك خايف من شكلك ايه هيقوله علي يتخين او تخينة والتنمر بقى تمام ويتخينة ويتخينة هو طبعا ده عشان كده استعادت الثقة وفي الاساس وفي الاهم بالنسبة لي برضو اشياء في صحتك هي الاساس صح هي اللي هتبقى معاك لاخر مراحل العمر هي اللي بقيالك عشان كده دايما استعادت الثقة استعادت الصحة البوكس اللي موجود معنا النهاردة بوكس كابسولات مقاطع شاب عليه بوكس تاني مجانا عليه بقى الحاجة اللي انت بتحبها على طول واي حد يهمه الهدايا والهدايا النهاردة غير هدايا متميزة ايه وعندين هدايا وخصومات وعروض وحاجات كتير كل حاجة كل حاجة وفريق طبي متابعة مجانية واهتمام من كل الانواع بقدم لك كافة انواع الدعم بوكس الشهية رقم واحد لازم ازبط الشهية عليه بوكس تاني مجانا ينحط وينصق لي شكل الجسم ويعمل لي كيرفينج وريشيبينج ويستعادت ثقة للجسم عليه ثلاث هدايا امبولتين الحرق اللي زودوا لي معدلات الحرق اضعاف بس كده لا كمان الناس اللي كانت عاملت ضيط خاطئ ودايما بقول مشاكل الرجيم القاسي والضيط الخاطئ يا جماعة بتحرم نفسك من المعادن والفيتامينات اللي الجسم محتاجها فبيحصل تساقط في الشعر في حد ممنوع ياخد الادوية دي او يمشي على الكرس ده عنده اي مرض مزمن اي حالة صحية عمره معين اطلاقا يا شيف ليه بقى لان الكرس عبارة عن مكمل غزاء احنا قلنا كليكشن من الاعشاب اما جرسينيا كامبوجيا اللي هي هتزاود لي معدلات الحرق وهتخلص للسفينجة اللي بتمص الدون تخرجها لي برا الجسم او اعشاب اسم ما هقول لكم معنا اللي في الكرس رقم واحد اللي بتزبط لي الشهية او اللي كرنتين و اللي ارجينين ودي احماض امينية موجودة في الجسم اللي تزاود لي معدلات الحرق فانا جاي بحاجة طبيعية موجودة في الغزاء عادي خالص مكملات غزائية يقدر اي حد يستخدمها بامان وفعالية لان احنا عملنا عليها ابحاث مجربة جدا ومضمونة والاهم من ده كله انها مرخصة وزارة صحة في اي حد يقدر يستخدمها ايا كان المشكلة اللي عنده سواء مرضى ضغط او سكر او قلب بالعكس انت بعد فترة هتقالل الجروعات بتاعت الدواء بالمتابعة مع دكتورك اللي انت مش معك انا عايز عشان ابقى عندي ثقة اكتر اشوف حالات مع حضرتك استخدمت الكورس ده تمام ومشيت عليه ونزلت وفعلا الشيب بتاع جسمات غير نشوف الحالات المرجعية نشوف حالات كده يا جماعة استخدمت الكابسولات والبوكس ومشيت عليه وفرق معيها معانا صورة قبل وبعد ايه ده دي امي وبنتها دي ولا ايه بالزبط هي صورة وتقسمت نصين يا شيف اه لو قسمنا الصورة من نص كده شطر نصفي هنوصل للحالة دي اه طبعا هنا بقى ده بيشرح الكورس بالزبط ان انا رقم واحد لازم اقل للشهاية اقفل الحنفية اللي عملت رميلي دهون في الحوض بتاع الجسم دي مجرد خدت الكورس بس الكورس اللي عملت مع رياضة والتزمت بنظام غزائي لا في الاول خالص انا انا ضد الضيط انا مش هلزمك باي لان اي حد هياخد ورقة هيرميها وردها ومش يمشي عليها اكيد فلازم ان انا ازبط الشهاية رقم واحد بالكورس الموجود معايا الاولاني بعد كده نحت وتنصيق شكل الجسم زي ما احنا شايفين اكيد دي بعد ما خصت جسمات راهل دي نازلة كمية كبيرة اوي طبعا ما فيش الكلام ده لان انا دايما بالمتابعة مع الفريق الطب هيوجهك ازاي تستخدم الكابسولة صح وتوصل للحل اللي انت عايزه عشان كده ما فيش حتى تهدل في البشرة وما فيش ضعف وما فيش هزالين طب اول ما بنخص يا دكتور وشينا بيروح نازل سبعة كده وغدودنا تقع وشعرنا يقع ومنخف اصلا نعمل بات عشان مشاكل دي حلو اول نقطة دي كلام ده مع الضيط القاسي لان زي ما قلت انت بتحرم نفسك من العناصر الغزائية الفكرة في قاسي او مش قاسي انا نزلت كمية كبيرة فلازم وشي خس دهون وينزل لا انا دلوقتي الكابسولة اللي معايا عاملة سليكشن او تارجت او موجهة على الاماكن اللي فيها الدهون اللي الجسم عايز ينزلها عشان كده الناس اللي بتقولك انا نخس من وشي بس يعني الحالة دي ايه الاخبار احنا بنشوف الجسم وما شفناش وشهم فطب مني وشا عمل ايه وشعراء عمل ايه ما انا بقولك انا انا ما منعتش الاكل انا ما منعتش مش يحصل فيه تهدل في البشرة لان انت كده كده سيبلك ربع المعدة قلنا الكابسولات اللي بتقفل الشهية طبعا انا اختلافي معك في الكمية بدل ما كنت بتاكل طبقة كامل هتاكل ربع الطبقة وبالتالي انت متغزي والجسم واخد المعادل والفيتامينز اللي محتاجها فكده كده ما فيش تساقط في الشعر ولا فيه تهدل في البشرة فانا بعيد عن نقطة دي نقطة الاهم اللي كانت برضو اكتر من حالة معنا الاهم بالنسبال يا دكتور انا هسبت ازاي اه النقطة المهمة اوي انا هسبت واوصل للوزن ده تمام لما نسبت يا دكتور كلمنا على الكرش الفاضية ده راح فين تمام هنا دايما مشاكل الرجال ده عملنا تكميم طبيعي واحنا عاديين مع بعض في البيت اه لا ده مش عضا فرق جيد لان الكورس رقم واحد يا شيف هيشتغل على معدل الشهية وترجيتي ان انا صغر لك حجم المعدة ايه ده هتصغر حجم المعدة انا بتقطع جزق منها لا انا بديل العمليات الجراحية وبديل الضيت المعدة ستريتش بنقلل بترجع اه اه ده دايما ان اللي بيفسر لي وانا في الصيام اول يوم بكون جعان شوية بعد يومين جسمي بتعود خلاص معاكش عندي جوع عشان كده انت ما بتحسش به بالشراها للاكل كمان لما اتبع مع الفريق الطبي هيعرفك تصغل من الكابسولات وهيثبت معاك لو انت عايز تثبت في ناس بتوصل معنا متابعة اه يعني ما هي مشكلة انا عقلة بالناس احنا بنعمل ضيت وبنخسل وبنوصل الوزن احنا عايزينه مفيش كام شهر ارجع اضعاف اللي انا بدأت عليه فدي مشكلة بتقابلنا نثبت ازاي وزننا عشان كده بقى انا بقولك التذيبات عندي حل من اتنين رقم واحد المتابعة مع الفريق الطبي بقولك في حالات ممكن تقعد تتابع معنا ستة شهر عشان تثبت وتوصل الوزن اللي هي عايزها وتثبت بعد كده ام او ان عن طريق الكابسولات الشهية اللي موجودة رقم واحد ان انا ما عملتش رجيم قاسي ان انا ما دي تكشي ضايت تمشي عليه مفيش حرمان انا دلوقتي زبطت الشهية بطريقة طبيعية بطريقة امنة فصغرت حجم المعدة طب ده واحد كان عنده كرش الستات بقى اللي عندها بطن ولادة دراعات اه ارداف فخاد ده واحدة معانا موضعي الجسمي او انا عايزة اخسس الحتة دي بس تمام الكابسولات بقى الموجودة النهاردة الزكية الميزة اللي فيها زي ما قلتلك ان هي عاملة عرفة اماكن تجمع الدهون فين عن طريق مادة معالجة طبيا ومعدلة ومركزة هاي كونسنتريتد اسمها الجارسينيا كامبوجيا عرفة الاماكن اللي فيها الدهون فين بالمساعدة دي بتروح ليها كل جسم غير تاني بيخزن في منطقة مختلفة حسب المكان انا عايزة انزله هي تروح له بقى بالزبط بالمساعدة بقى مع الامبولات الحارقة الالي كرنتين والالي أرجينين ومرجعش ادخن ودون تتكون في حتة تانية غير الكابسولة لا طبعا لان احنا عملنا تسبيت بطريقة طبيعية او تمام انا دايما بقول المشكلة دايما عندي اما في الشهية ومشاكل السمنة كلها الشهية ودي رقم واحد وانا نجحت ان انا ازبطها او او قلت الحركة انا اتكلم عن الحركة بس ناخد الاول الشهية ان انا زبطها عن طريق الكابسولة اللي فيها الالياف اللي مع المية هتكون لكتلة جيلاتينية جوة المعدة وبالتالي هتملالي حيث كبير جدا من المعدة وبالتالي هرمون الجوع بتاع العصافير زي ما احنا اتكلمنا عليه عصافير البطن هيقل وهيزيد معايا هرمون الشبع لفترة طويلة كده انا قللت الشهية ده رقم واحد خلاص كده ده لانت جايب طب الناس اللي عندها مشاكل في نعدام معدلات الحرق ايه هو الحرق اصلا ان انا احاول الدهون البيضة اللي عمالي مشاكل حاكلت مش عارف في اللغض وفي الدراعات واستخدمها معنا ماي يماي ايوما حضرتك ازيك يا ماي الحمدلله بخير الحمدلله انت عايزة تتوصل اكتش اهلا بك يا سيدة ماي اهلا بحضرتك انا سمع الكورس انه كويس قوي وجارتي مجرباه وجايب معاها نتجة كويس قوي بس أنا كنت عايزة اتصر على حاجة. هل ينفع معي المرضى الضغط؟ تمام. إحنا سننا قديل الأول يا سيدة ماي؟ 35 في العمر كله. طيب والطول والوزن؟ الوزن 75 تمام. طول؟ الطول مش متذكرة أو الصراحة. طيب إحنا أكتر مشكلة عندنا أياستر كلّ. عندنا مشاكل الأكل المستمر ولا ما بنتحركش كتير عندنا مشاكل في الحرقة أو إيه؟ لا فيه فيه فتحة شهية والجزء الصد. مع حضرتك. تمام. الجزء الصفلي عندي هو اللي مليان. تمام. تمام. أكتر أماكن تجمع الدهون البطن الصفلية. تمام. أي. طيب تابع معنا إن شاء الله تلاقي الحالي موجود تحت أمرك. تمام. هو الكرس جاب مع جارتي نسيجة كويسة قوي وخلى جسمها جميل جدا جدا. هو أنا ممكن نسأل سؤال لو البطن دي دهون ولا مكان الولادة؟ لا هي هي دهون. دهون. تمام. طيب تحت أمرك. دكتور معك هيجاوبك. تمام مع حضرتك يا دكتور عبدال. تحت أمرك سبت كل. طبعا أيا كان السؤال بتاعك. دهون أو استريتش. أو علامات تمدد جلدي هو الكرس النهاردة مناسب لأي حالة مرضية من حالات السمنة أو أي شكل من أشكال السمنة. أيا كان السبب فيها. ليه؟ لأن دائما أنا ما بجيبش كرس واحد. أنا بجيب أكتر من كرس. يمكن نهاردة ثلاث حاجات. كرس الشهية، كرس الزيادة معدلات الحرق، كرس الناحة وتنسيق شكل الجسم. فأنا محاوط كل مشاكل السمنة وكل مشاكل خلال دهونية أيا كان سبب فيها. أنا هستخدم كم منتج في المجموعة. تمام. كرس، عليه كرس تاني، عليه أمبلتين، وعليه البيوتين بتاع الشعر. دي الهدايا. ما الهدايا الأمبلات الحرقة دي كرس لوحديها. ده الوحدة. ده حوار لوحده. لأن فيها أكتر من مادة مركزة هتكلم عنها. أمبلات يعني حقن؟ أه، بس هتكلم بس مش شرط. لو أنت في بعض الناس ببعندها هريتيش هعمل حقن، ممكن نكسر الأمبلة ونحطها على لس كباية مية عادي خالص. وهتدي نفس النتيجة؟ عادي خالص، آه. تمام؟ بالنسبة للأستاذة ماي، أكتر أماكن تجمع الدهون عندها في منطقة البطن السفلية. يمكن العرض بتاع النهاردة هي تكلمت نقطة أن فيها حد تابعها أخد الكرس. طبعاً أنا في النقطة دي يا جماعة، أنا لازم أتابع مع الفريق الطبي. هو اللي هيقدر يرشح لي الأقوى بالظهر. ليه بقى؟ هي قال أستاذة ماي عندها مشاكل في الضغط. أنا معرفش الحالة اللي تابعها عندها مشاكل في إيه؟ فالفايصل بيني وبين حضرتك أو بين الحالة اللي بتكلمني هي الفريق الطبي. ليه؟ عشان هو اللي يقدر يحدد لك الكرس المناسب اللي يتماشى مع حالتك. ليه برضو؟ عشان تاخد أقوى كرس مناسب بدون أثار جانبية. عشان ما تجيش يا دكتور أنا جالي صداع. لا الكلام ده مش موجود. لأن أنا دايماً الحاجات اللي معاي أو الكرسات اللي موجودة معاي. ودربات القلب السريعة والزنغلة والدوخة. حاجات طبيعية. اه بالزبط. بتشتغل بطريقة طبيعية وآمنة. وحتى النزول في الوزن يشيف نزول تدريجي وآمن. دايماً بقول إن الأعضاء عاملة مخدة دهنية كل عضو زي الكابد الدهني. لأن الأعضاء بتتكون الأول أو الدهون. اه الدهون الأول بتكون جوه. على الأعضاء. وتكتملي على مراحل الأعضاء. بعد كده تطلع خارجياً زي ما احنا بنشوف من برد. كرشي. فعشان كده لما زي أجنزل لازم أنزل نزول تدريجي وآمن. عشان مسحبش المخدة للعضو نايم عليها. مرة واحدة. يحصل دريبنج أو يحصل عندي مشاكل في الجسم. زي ما حاجة بتقول صداع. كلام ده دايماً الناس بيجي في مخاليتها أول ما قول كابسولات. كابسولات بتشتغل ليه على المخ. كلام ده مش موجود. أنا جايب مكملات غذائية. فيه ناس بتقول أنا بتوتر. ودربات قلبي بتزيد. وببقى مش في حالة طبيعية لما باخد أدوية التخصيص. ده في الكورس بتاعنا ايه الأخبار؟ لا طبعاً أنا بتكلم عن مكملات غذائية. الكلام ده في الحاجات الكيميجا اللي بتشتغل على المخ. وده تسحبت معلش موجود في السوق من زمان. نتكلم عن حاجة طبيعية آمنة مجربة ومرخصة زي ما اتفقنا. النقطة الأهم. لما الأستاذة مي تتواصل مع الفريق الطبي طبعاً هتاخد العرض اللي موجود النهاردة. كورس عليه كورس تاني مجاناً. عليه ثلاث هدايا مميزة. أمبولتين الحرق. وهتكلم عن إيه الحرق. وأنا النهاردة فوكس على معدلات الحرق وسبات الوزن. دايماً إيه هو الحرق يا جماعة؟ إن أنا حول زي ما اتفقنا الخلايا الدهنية البيضة. اللي عمنا لي مشاكل وتكتلات ومكتمة من جوه على مراوح الأعضاء لخلايا دهنية بني. مين يحولها؟ الإلكارنتين والإلكارجينين. ده عارف أماكن الدهون فين ده الشيال بتاع الدهون. يشيلها على كتفه ويوديها لحاجة اسمها المفاعلات النووية أو بيوت الطاقة. دي مركز الطاقة في الجسم اسمها الميتوكوندرية. طبعاً الكلام ده بطريقة طبيعية وآمنة. فأنا حولت الأبيض اللي كان عامل تكتلات وأمراض لبني يديني طاقة وباور ونشاط. عشان كده دايماً الناس بتقول لك إيه أنا ما باخد الكرسة بحس إن أنا عرقان وعندي باور وعندي نشاط. عشان أنا زودت معدلات الحرق. طب يا دكتور أنا أعرف عندي مشاكل في معدلات الحرق إزاي؟ هتلاقي بعد ما بتاكل بيحصل خمول عايز تنام بعد الوجبة. تلاقي الكسلان. ده كده معدل الحرق عالي؟ ضعيف. ضعيف. أنا بقول أعرف عندي مشاكل في معدلات الحرق. بيجيلي خمول. بالضبط. عندي صداع بعد الأكل. عايز أنام. مش مركز عمتاً عندي ضوابية في دماغي. أياً كان السبب في مشاكل هدام الحرق أو معدلات الحرق. سواء. أو ما بقولش كتير وبتع. نقص فيتامين دال. آه دي دي ثبات الوزن. لأن الجسم ما بحرقش. طب هل في فيتامينات معينة لو هي نقصة في الجسمي أنا ما أقدرش أخصها؟ طبعاً دا بالمتابعة مع الفريق الطبي. لازم تحليل بقى. لا مش لازم تحليل مع أي حالة. في حالات أو بعض الحالات وده نادرة ما يحدث. هتلاقي بعض الحالات عندها مشاكل مثلاً زي نقصة فيتامين دال. إحنا الستاتة عندنا نقص في كل الفيتامينات. طبعاً دال وحديد وكل سيدات. كل حاجة عندنا نقصة. تمام. معشان كده دايماً بنأكد المتابعة. أنا ما يفرقش أو الأهم بالنسبة لي مش إن حاك تاخدوا الكورس. أنا الأهم معايا الفول قبل. الكورس يجيب نتيجة. وإنك تتابع. والكورس يجيب نتيجة دي بالنسبة لي أهم لإن حالة هتجيب حالة. ستيب باي ستيب. طبعاً التجربة خير وبرغانية. بتقول جارتي خادته فأنا عايزة أجرب زي ما جارتي خادته. هنا بقى النقطة اللي قتحك عليها المتابعة مع الفريق الطبي عشان يحدد الكورس المناسب بدون أثار جانبية. النقطة الأهم دايماً بقول زي ما اتفقنا رقم واحد بالنسبة لي في الكورس اللي موجود معايا النهاردة إن أنا لازم أظبط معدل الشهاية. طيب يا دكتور المتابعة دي مجاني ولا تدفعوا الناس عليها فلوس دي صفحتكم؟ اه HR طبعاً دي أهم حاجة عشان العرض اللي موجود النهاردة كورس علي كورس تاني مجاناً كورس استعادة السقة. المتابعة نسألتك قبل ما الصفحة هتيجي المتابعة مجاناً مجاناً حلو. كورس علي كورس تاني مجاناً علي ثلاث هدايا أمولتين الحرق والبيوتين بتاع الشهاية. ممكن أبدل في الهدايا بتاعتي براحتي؟ ولا أنتو لازميني بهداية معالية؟ لا أخوة أنا بقول لحاكي أنتم لما تتوصل مع الفريق الطبي هيفصل الكورس المناسب لك. فيمكن أنت حاكي عايزة تزويد معدلات الحرق. هو يزبط لك الكورس المناسب للحالة بتاعتك. يعني فيه اختيار. طب والتوصيل لكل الأماكن مفتوح ولا في بلدات أدوره؟ توصيل مجاناً لأي مكان. إحنا جايين لكوريد كل الناس. والكورة؟ وحرفياً كورس مناسب لكل الحالات عشان نقدر نوصل لكل الناس. كورس عبارة عن أعشاب طبيعية توليفة مميزة. العشاب رقم واحد زيما اتفقنا اللي تمص المياه فتكبر لي الكتلة اللي موجودة في المياه ده فتقللي الشهية للأكل. العشاب رقم اتنين كل ده حطناه في كابسولة واحدة. العشاب رقم اتنين اللي بتنص الدهون زي السفنجة تمتص الدهون وتخرجها لي برا الجسم. العشاب رقم تلاتة الحوارق بتاعت الجسم. إحنا عايزين بس عشان وقت الحلقة هيخلص نفكرهم بالهدايا والعروض على السريع وكونوا حاجة مخصوص لمطبخ ستي ومتابعين مطبخ ستي. أكتر من كده؟ بوكس استعادة الثقة. بوكس عليه بوكسي تاني مجانا. علي تلات هدايا. علي تلات هدايا. انت وممتك بس لازم تتابع مع الفريق الطبي عشان نقدر يحدد الحالة. ومتابع بس مع الفريق الطبي يا جماعة. تمام. بوكس وبوكس. ومتابع. بوكس الواحدة برا عن ايه؟ عشان انت بتقولي البوكس الواحدة برا عن ايه بس الاول لما نفتحه كده كابسولات نقاط اعشاب. كل كابسولة لها شغل معين. تلات حاجات في البوكس الواحد. تلات. كابسولات نقاط اعشاب. كل كابسولة الليها شغل معين. الكابسولة اللي موجودة في الكل سرطة واحد. وربع اللي دية. الشهية. البوكس رقم اتنين. او. كابسولات نقاط اعشاب ضرد. بتزود معدلات الحرق والتنحط وتمسط لها شكل الجسم. يبقى انا كده عندي ست حاجات. البوكس مقامل من ثلاث حاجات. عندي كده ست حاجات. كابسولات نقاط اعشاب في كل بوكس. ولكن ده يشتغل على الشهية وده يشتغل على نحط وتنسيق شكل الجسم. ويزادة معدلات الحرق. ثلاثة تانين وبكده تسعة. تمام. عشان انا مزبط لك كل حاجة هو. الهدايا بقى. او يا ريت عسكري عشان الوقت حلقتنا خلص. تزود معدلات الحرق والبيوتين بتاع الشعر. عشان ننصق كمان الشعر الناس اللي عملت ضايت خاطئ. وحصل عندهم مشاكل فيه الشعر. ان شاء الله. بوكس. على بوكس تاني مجانا على ثلاث هدايا. بوكس استعادة السقة والري شيبنج. الحاوة يا جماعة. بوكس استعادة السقة النهاردة. لفترة محدودة. لمطبخ ستي. عليه كل العروض اللي قلناها. كنت مبسوطة جدا بالحلقة. وكنت مبسوطة بدكتور عبدالله. اللي فدنا كتير في حوار التخسيس. وهشوفكم حلقة جدا من مطبخ ستي. اعودوا بالعافية. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة